يأتي اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال هذا العام على العراق مختلفا إذ يتزامن مع ظروف صعبة يعيشها العراق بانتشار وباء كورونا فأطفاله اليوم يعيشون معاناة قديمة تضاعفت فرضتها عليهم الظروف الاقتصادية الصعبة التي حملها الوباء معه وحقائق الفساد الحكومي المستشري حيث دفعت الملايين منهم إلى سوق العمل منذ عام 2003 وحتى اليوم بات الملايين من الأطفال في العراق يعانون من الحرمان والنقص الكبير في الخدمات الصحية والتعليمية وسوء التغذية معاناة كبيرة عاشها الأطفال ولا يزالون في هذا البلد خلفتها أزمات وحروب وصراعات داخلية متتالية وفساد حكومي استشرى على نطاق واسع كل ذلك انعكست تأثيراته السلبية على براعم العراق وحولتهم إلى فريسة سهلة للأمراض أو متسولين على قارعة الطرق بين معانا آخرون منهم من نقص التعليم والاستغلال والعمل القسري في ظل الصمت المطبق من قبل الجهات الرسمية الحكومية في العراق لسنوات طويلة ملايين الأطفال في العراق اليوم وبحسب تقارير لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة يونيسيف وجهات أخرى يواجهون أوضاعا قطيرة هؤلاء يعيشون الحرمان من أبسط الحقوق التي يتمتع بها أقرانهم في الدول الأخرى كالطعام والشراب والتعليم والرعاية الصحية مئات الألوف منهم يعانون من أمراض نفسية وأكثر من خمسين بالمئة من طلبة المدارس الابتدائية لا يرتادون مدارسهم وأقل من أربعين بالمئة منهم يحصلون على مياه شرب نظيفة كل ذلك وغيره من الأسباب وأهمها الفقر دفعت الأهالي إلى الرمي بأطفالهم في سوق العمل من أجل الحصول على مورد رزق يساعدهم على مواجهة ظروف الحياة القاسية